مساء الحب مساء الورد مساء الفلو الياسمين يا احلى و اغلى و اجمل فرشات في قناتي خوتي بخياتي ان شاء الله الفيديو هذي تلقاكم كامل في احسن الاحوال يا رب فيديو نهار اليوم بزفزف شباب ابنتوا معكم في الجبل خاصة اللي يحبو كي نروح للجبل و ايضا اللي يحبو الروتينات قدرت لكم روتين خفيف و ضريف معي ما في الدار طيب يا ربنا الله الله تابعوا معي الفيديو للاخر ما تروحوا حتى فلا سيقعدوا هنا خياتي اتفرجوا و اشوفوا و كشغركم معايا دخل الفيديو هكا كشغر صحركم معايا البنات نحب نخدمكم انا يا حكدا يا معليش نحب نخدمكم حتى و اذا ما كنتوش معايا البنات الجام دائما ما تنسواش و و اللي اعجبها الفيديو تبرتاجي فضلا و اللي جدد نقول لكم مرحبا نورتونا و شرفتونا و مرحبا بكم في قناتكم المتواضعة البنات نحب نشكركم على الدعم متاعكم و نشكر خوتي ايضا وجنود الخافة و مشتركين الاوفية خارج الوطن على الدعم المتواصل و على التعليقات و على الجام اللي راكم ندروهم ليعطيكم الصحة و بارك الله فيكم كامل المهم خياتي تعرفوا اخدكم متشتش بلاسة خلاص خاصة ممكن نكون في دارنا شوفوا البنات راهم بدأوا هكا حبة لحبة هكا حبة اللي يظهروا و يطيحها معا حبة كرموسكي ما كنت شوفوا يعني بسم الله يعني هادو هما الحبات الوالا اللي بدأوا يطيبوا و اصلا اللي يطيب معاهم الزاوش الحبة اللي يطيب تلقوها مثقوبة بصحتها و ما عليش طلعت انا وانيس باش نسقوا كل عادة على البنات مطلعش باش نحوس ولا طلعت هكدا مانيش عارفة وش طلعت طغير باش نسقي هاد الخضراء اللي راي غرستها يمو و كيو شغل حصلتها فوق ظهري نقولها صافي انا نطلع نتعب و انا وولادي او الاخرين يكلوها بالمساك صافي كاين بزا 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 في ما يطلعوا مع البلهم بسحكي توجد يحوسوا عليها ما عليناش غير يدعو لها دعوتها الخير هذا ما كان هي تبغي تغرس والله غير متاكلها لأولا و نصها تروح تصدقها و نصها تمدها يعني هي كما نقوله بليز يغتحها كتشوف هذه الخضرات يعني كبرت و نضجت و تروحت ناحية و بعدها تولي توزع فيها للناس المهم خياتي كما كنتشوفوا اه درتلكم هكدا مقتطافات صغار صغار باش ميجيش الفيديو طويل و تملوه كل عادة انيس معانا يحب لك بالفلح صغير ديروا الجامع لاجل انيس هنا راح يعمر لي فيلمة من هذك البير اللي المتع و حلو 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 بيرد 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 و اش نقول لكم يا لبنات بزاف يقولوا لي يا اسما ما تخليش انيس يتخلي هذك البير شوفوا خياتي هذا البير شغل فيه هكا عفصة يحبط منها و كي انك شغل ما شغل مقبزة في اللي تخافوا لا و انيس عوام يعني ما تخافوش هذ البير ما هو شغل و كان حط و كان يطح يقدر يعوم فيه المهم بارك الله و فيكم لياكم تخافوا على انيس و كامل شوفوا خياتي تلمو بيرد 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 و اش نقول لكم 我 Durch y كات هذة المهم الشايتكم فيه القناة هكوا في الجنة ، اخياتي احكولي البنات و تشوفوا لكم كاث نحو الاحوني كاث يخيل بحر كاث طيبا أنا و الله لا انا اكتب فيさ لكم انا اختار معي ابدا و سوق الوباء و ديما برجاءون حالهمchem lesoompписastolo briefcase يتبني أيضور من وجبء اللي هو blondبان لقد قلت لها ساين لقد قلت لها تحبط البحر لا أحبطتها لأنه يسكنوا هكذا لأنه صراحة يعيي ويدير الخدمة وسخانة ورملة يقضتها المهم أن أخذكم هنا سوف تذهب ونعزها كافية لن نلقى كشحنوشة المهم هنا يا زهري زهري وزهر أنس لقد قلت كرموس يعني بسم الله أول مرة سوف نأكل كرموس سوف نأكل كرموس سوف نأكل سوف نأكل والزريعة سوف نحتاجها ونبعد في الروتينات القادمة وأيضا سوف نأكل كرموس كرموس وهو كرموس ونحضر وننطق الوصد أكثر كرموس كرموس كامل بالقشور , بالحب , بالورقة , بالعظم , كامل صحية إذن استهلكوها و استغلوها قدر ما قدرتو هكذا خياتي شاهدكم في الجنة و رح يتباع في الأسواق كرموس سنصارة نقولها كرموس سنصارة و اللي يقولها الهندي هكذا لبنات المهم إن شاء الله ملكون شاهدكم هذا ما كان صح صح بنينا هنا يا خياتي كما تعرفوني أختكم تموت تموت على التوت أنا كنت أحبها نحيها حتى إذا ضرتني نحيها والله غير أني مجروحة كامل من هذا الشوك التوت يعني بزبزب و عريل سقف اليدين و كامل بالصح أنا نعشق في التوت نحبها نموت عليها انتظروا مني ندير لي ترتولات بالتوت و عاصر التوت و كيف نقولكم كيك بالتوت قدرته لكم في القناة الثانية مطبخ الفراش المهم خياتي بعد ما كملت سقيت الخضرة هذيك و سقيت السجرة كامل أنا هابتا و ملقيت لترانسبور زوج سوايا و لا ثلاث سوايا و نحن واقفين أنا و أنيس في السخانة دخيلوا راحي زوجتا عنهار و لترانسبور مكاش كامل مكيلين قاعدنا نمشوا و نمشوا و نمشوا و نمشوا أنا و أنيس حتى جاء واحد فاميلتي يخدم ترانسبور حتى و نذهب الى قهوة بالصح حتى كان خداولنا في البحر بسرعة كامل نحن نجروا و نلاعب و نحن نريح و نلعب و نجروا و نلعب و حتى يكتب ربي يبعث لنا يعني و هبطنا بالصح و ايش نقول لكم الحقيقة للدار قيتي ماضي بطلي القهوة و سلسابيل يعني بس كما راحت معايا سلسابيل شوفوا خيادي تعرفوا نهار كامل و القطط مقابلين كحلوشي قلبو بيض تأمنوك شغل مسكين شافوه مانيش عارفا قلوشن هاد الانوش اللي راه مقابلنا و لاحبو يخطبوه مفهمنا وينهار كامل ها يشوفوه في الطاقة و هم مقابلين و مسكين هو يخاف قاعد غير تفرجوه و وقلوشن مخلوعين فيه قالوا ووش هادة ها القطة الكحل وووش هادة اللي راهو جاينة مستيكي الله الله انوش بابيش ما حبوش يلعب معاهم شافو غير في الطاقة و ها لو كان يشوف غير قطة قربت له يهرب يجري يخاف صح داير لنا واحد الامبيونس حتى اي موقع الهيوان شاحت تديدك القطر قلت لها اي ساسابي تقول ماما تاحي تاحي قطة تاحي قلت لها ماذا بيها راي غيرها من قطة هكذا بيسكون لي يحبي ما بلبسه فيه تبع غير يم ويريح امعها يتبغيها كاتم مثل وتاياكل وتحن النعلي المهم يا لبناتك كنت عارف وشوف وتابت على الجبل وزيت سخانة انا لقيت مجرة الدوارة وجاءت يحها وجيانة قلت لها رواحي رواحي تشوف الخدمة اللي جبت لها رواحي قلت لها اي ظهري اي راسي قلت لها رواحي يدوشي تريحي زين 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 المهمة لا سواد ساعدي على هاتك الزهر قلت لها حبيت العصبان قلت لها لماذا نخليها لها في خاطرها راح ننقيت هذه الدوارة مع الساسابيين وهي ثاني راحي تعاون فيها كل واحدة وش راحي يتدير قلت لها غير قطة عصبان ونضيرو البركوكس راح تشلت البركوكس مردود احنا نضيرو الدوارة بزبزب بالمردود قلت لها كي يأتي زاكي ووضراري يأتي من البحر كامل قلت لها حبيت عصبان كما راكو تشوفوا درت لكم العصبان ديالنا في القناة الثانية ادريغا تستطيع حسابين 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 والمطارين يديروه بالروز والمطارين اليون كما نحبوه بينات نعني القرفة الحميصة زرودية الليفت البصل والدوارة بزاف أخواتي من العجوزة الصامتة من العجوزة اللي تكرها لهم احياتهم هنا نحكو على العجوزة الصامتة يعني الشريرة على بل بلي كين المليحة و كين القبيحة و كين العروسة القبيحة ايضا بسح ذوكا راح نركز على العجوزة الشريرة هنا اخت البراخ التي واحد الاختة قتلي اسما قتلي يهضري على هذا الموضوع ولزم له يعني فيديو حوالي نص ساعة ياربي و اذا كملت الهضرة يعني نختصر لكم قتلي عجوزتي قاتلي ما تغلقيش الباب حتى فليل ما تذكرش الباب صح خياتي كين بالزفع جايز هكا عداريات ما يخافوش ربي ما يخافوش بلي كين الموت ما يخافوش من هداك القبر كي يضياق عليه موالو كين عجيز شيطانات حاشا حاشا مش شي كامل انا نقول مش شي كامل كين عمي تقول لوليدها ولا تسكريش الباب و اشتخلك لازم العروسة هنا تفرض رأيها و لازم ولدها يعني راجلها هو اللي يضرب يدو على طبلة سخونة و اشتخلك كيف نخلي الباب مفتوحة حشمي على روحك عيب عليك يعني هنا لازم الراجل يفرض شخصيته لا خطر كين عجيز ما يحشموش ما يحشموش و كين اللي تسطم على العروسة كتشوف وليدها مع مرته لداخل الشومبرا تفتح الباب و تسطم و صرت بزبزبزب و لحقت انه كين اللي يلحق حتى في هذه اللحظة يضرب يماء يعني قادر تدير حالة ولا يهجر كامل يروح يعني عيب كبير عيب كبير كين عجيز والله ما يحشمو و ما يخافو ربي اذا خياتي لازم انتو ما تفرضوا رايكم و قبل ما تتزوجوا اعرفوا معا منكم تحين تسكنوا اذا كانت فيها عيلة بزاف و فيها بزاف يعني خاوت الراجل ما يكالله تقبلوا لانه تتقول لي ما عليش نتزوجنات هنا ما شح تتهناي لانه كين عجيز اللي الصح عيداريات لازم قبل ما تسقسوا على الراجل سقسوا على العجوزة اسكم ليها لازم انتو متاني تسقسوا على خاطر من ذلك يكون الراجل احنين و عاقل بصح تلقى و يمه تكره له حياته و يقول لي ما يقدرش يهضر هذه يمه ما يقدرش يهضر كيف شبن عمي مراء عجوزة تصدم على وليدها في شومبرت و عيب كبير عيب اصلا شومبرت لازم يدخلها يعني يدخلوا يستاذنوا بش يدخلوا غرفة النوم و ما سوف نقول لكم لا حاولها ولا قوتها إلا بلهم لا جايز كما هذا لا يخافوا ربي و ذالين في بلهم باللي انه يعني موش يموتوا يعني ما يخافوا كامل هذيك الموت ولا من هذيك القبر كي يتزير عليهم و انتو ما تاني قبل ما تتزوجوا حاولوا كيفا تسكنوا واحدكم ياك او لا حبيتوا تسكنوا ما دار العائلة افرضوا شخصيتكم منهار اللول ما تخلوش العجوزة يعني القبيحة تركب فوق راسكم كل حاجة لها حدود المهم خياتي هذا الفيديو يوتبع ان شاء الله غدوا نزيدوا نكملوا في هذا الموضوع لانه قسمته لكم الى جزئين هنا خياتي اللي هنا اراني انا ويمة وسيلسابي لها كيا ندقوا 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 يلي احنا نحضروا بلقة في هذيك الوردة با هنصنعوا روينا و من شاء الله كي نخدمو روينا هذيك لي يكلوا بها البخصيص رح نوريها لكم احنا ثانية ما راه يدوش هلتينا شمو هاتينا حاشاكم الدوش لها تموت تموت اعلى الماء احنينا معنا عقله متعكلش بالصح تعرفوا كي يشوفها كحلوش يقلبو بيض تعرفوا مسكنتي فهيرجع ما يضويش يخافها بالبزا المهم خياتي وصلنا لنهاية الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم نحبكم بزا 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 ويعطيكم الصحة على الدعم التاعكم وايضا طالوا في روحتيكم وفي ولدتكم وفي صحتكم وفي نفسيتكم وعيشوا الحياة لان الحياة قصيرة وايضا الحياة تستمر اللي داخلها اكتئاب ولا حزن وكره حياتها المهم ربي يفرج على كل واحدة وعلى كل مهم وما وربي يعطيكم وشراكم بثمانين ان شاء الله في حياتكم يا ربي ما تنسوش البنات الجام وقدو ان شاء الله حنكمل لكم الفيديو كيفاش خرج العصبان واشتعشينا وكامل نقولكم الى الملتقى سلام اشتركوا في القناة